السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهدي من قناة مصر خلال لحظة تسجيل هذه الحلقة تستعد روسيا لاستقبال مؤتمر يضم وزراء خارجية كل من سوريا، تركيا، روسيا، إيران من أجل منقشة إعادة العلاقات وتطبيع العلاقات ما بين سوريا وتركيا طبعا الكلام ده كان أعلن عنه تركيا منذ ساعات قليلة كانت روسيا أعلنت أن هناك ترتيبات من أجل عقد هذا اللقاء اللقاء هيكون على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع الأهم ما في الموضوع اللقاء ما بين وزيرة خارجية سوريا وتركيا ما بين فيصل المقداد وزير خارجية سوريا وما بين مولود جويش أغلو وزير خارجية تركيا أما روسيا راعي لهذا الحوار وإيران بصفتها أحد الدول الاستراتيجية اللي يهمها استقرار الوضع وبالتالي طلبت حضور مثل هذه الاجتماعات لضمان طبعا تطبيع العلاقات لما فيه خير الجميع ومصلحة الجميع طبعا الدول الثلاثة وفقوا على حضور إيران باعتبار أن إيران يهمها مصلحة الكل عاوز أقول له حضراتكم وعلى حسب المؤشرات وعلى حسب تحليلات الخبراء والمختصين قالوا أن مثل هذه الاجتماعات تأتي في صالح دول المنطقة كلها على بعضيها بما فيها تركيا وصالح سوريا لأن المسألة مش هتقتصر على مجرد تطبيع العلاقات ما بين سوريا وتركيا إنما المسألة هتتعلق بالملف السوري وكله يحدث ذلك في نفس التوقيت اللي احنا شفنا وفود للتحادات برلمانية عربية للطرف السوري اللي التقاها الرئيس السوري بشار الأسد المفترض جدلا وعلى حسب ما قالت مصادر الدبلوماسية التركية وانشرت في وسائل الإعلام التركية المصادر التركية دي اعلنت أن روسيا هتستضيف نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا يوم 15 و16 مارس الجاري يعني النهاردة وبكرة لإجراء مناقشات حوالين الوضع والملف السوري التركي ويمثل ثوريا أيمن سوسان نائب وزير الخارجية السوري ويمثل تركيا لحد الآن طبعا تركيا لم تعلن عن ذلك وطبعا روسيا رفضت تعطي أي تفاصيل بهذا الخصوص اللقاء هيكون على مستوى نواب وزراء الخارجية تمهيدا للقاء وزراء الخارجية في الدول الأربع المفترض جدلا أن بشار الأسد رئيس سوريا يسعى قدما ويجري وراء هذه المحاولات لو كان حريص على مصلحته الشخصية أي رئيس دولة مكانه كان هيجري وراء الفرصة دية باعتبار أن الفرصة دية هتثبت جزوره كرئيس للدولة مصلحة الشعب ما يهمهوش مصلحة الوطن السوري مش قضية أهم حاجة أنه هو يثبت على الكرسي إلا أن بشار الأسد رئيس سوريا خلال اللقاء اللي عقد بينه وبين حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني في دمشق وضع شروط تحدى تركيا أي رئيس دولة مكانه كانت دية هتعتبر بالنسبة له فرصة الفرص أقد اتفاقية سلام مع تركيا بمقتضى هذه الاتفاقية أظهر كما لو كنت أنا فارس الفرسان زي ما عمل كده اسمه إيه ده أفلاد ميرزيلانيسك رئيس أوكرانيا يظهر أنه هو بطل والمنقذ بتاع أوكرانيا ويحاول يتحالف استراتيجيا مع دولة زي أمريكا وبالتالي يبوز جزم أمريكا وجزم دول الناتو وأهم حاجة مصلحته أما مصلحت الشعب الأوكراني والتدمير والخرابة اللي حصل في قلبه أوكرانيا طز ما يهمهوش أي حاجة أهم حاجة أنه هو يتواجهن ويتبروز إلا أن الرئيس السوري رفض كل ذلك بل بالعكس وضع شروط قاسية جدا ومحددة قال إيه بشار الأسد خلال اللقاء ده طالب بأجندة للحوار ما بين سوريا وتركيا بمشاركة إيران وروسيا يتضمن الأجندة دي تتضمن أجندة كاملة وليها عنوين كاملة ومخرجات محددة وواضحة إحنا عاديين ليه؟ عاديين في سبيل رقم واحد استقرار الوضع أمن المنطقة عدم تدخل الجانب التركي في قلب سوريا الإنسحاب التركي النهائي من الأراضي السورية عدم دعم المعارضة السورية وعدم التدخل في الشعن الداخلي السوري أزمة الأزمات وجود تركيا فوق الأراضي السورية زي أزمة الأزمات بالنسبة لدولة ليبيا مرتزقة رجب طيب أردوغان اللي موجودين في قلب ليبيا هذه نفس المسألة فالرئيس بشار الأسد قال عشان الحوار ده يكون ناجح لابد من التأكد من الآتي أجندة حوار محاور محددة الاتفاق على مخرجات معينة كان أعلن عنها قبل كده اللي أنا ذكرتها لحضراتكم منذ قليل وأكد تققوا النظر في التصريحات بتاعة بشار الأسد وأكد أن مصالح الشعب السوري هي الأساس في أي خطوة سياسية تنتهجها الدولة ونتائج هذه الخطوات لابد أن تحقق مصالح الشعب السوري يعني إحنا مش هنتحرك كده وخلاص يعني بشار الأسد لو كان حريص على مصلحته ما كانش يهم ولا شعب ولا وطن زي ما قلت لحضراتكم إنما هو قال أي تحرك بتتحركه القيادة السورية لابد أن تنعكس على مصلحة الشعب السوري عسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني قال أن إيران عندها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية وهتدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية وأكد حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ثم قال مصارات التقارب ما بين سوريا والدول العربية تصب في مصلحة المنطقة كلها يعني من مصلحة المنطقة العربية التقارب السوري ومن مصلحة سورية التقارب العربي معها المصلحة مشتركة لأن إحنا وصلنا إلى مرحلة مؤداها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعزف منفردا إنك إنت تشتغل مع نفسك إنك إنت تحاول تطبع العلاقات مع قوة غربية بينما الدول الأقرب إليك جغرافيا ودينيا ولغويا وأنت مش مطبع العلاقات معها في الحالة دية أنت هتندس تحت الرجلين زي ما فلاد ميرزي لنسك رئيس أوكرانيا اندس تحت الجزم الأمريكية ليس عادتك رجل خاين رجل فاسد رجل حرامي إذا كان أساسا بيسرق الأسلحة اللي بتدعم الدول النيتو بيها أوكرانيا إذا كان الحساب بتاعه متضخم في البنوك العالمية الكلام ده قاله قيادات الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا اللي ادعت إن فلاد ميرزي لنسكي صديقها المقرب وصديقها الودود أساسا بدأت تحط عليه رقابة من حديد بسبب السرقات بتاعته وبالتالي أمريكا ده زده تحت الجزم وعما قريب سيتم التضحية به أنت رايح تاقد الصفقات القذرة مع الدول الغربية بينما أنت جزء من الكتلة العربية والمنطقة العربية ورغم ذلك أنت دخل في عداوة مع الدول العربية لحظة من اللحظات هتنداز تحت الرجلين مش عايزين نقول كلمة مش ظريفة بشار الأسد لو كان حارس على مصلحته الشخصية كان زمانه عقد الاتفاقيات منذ سنوات طويلة جدا واستقر الوضع في قلبي دولة سوريا وشكرا جزيلا طالما هو نفذ الأجندة المتفق عليها بينه بين القوى الغربية إلا أنه رفض ليه؟ حرصا على الوطن السوري كان سهل جدا أنه هو هيأقد مثل هذه الاتفاقيات زيه زي بعض الدول التانية وهيكون هو الصديق المقرب وهيعمله على استقرار الوضع في قلب دولته وهيدعمه الإمبراطورية بتاعته إلا أنه رفض تنفيذ الأجندة حرصا على الوطن السوري والشعب السوري كون أن الزباب الإلكتروني يقول عكس كده ما طبيعا أنه هو يقول عكس كده ما الخوانة والإرهابيين المستقرين من قبل القوى الغربية الطبيعا أنه هم يشتغلوا كده عشان يحللوا الجرشنات اللي بياخدوها يحللوا الدولارات اللي هم بيقبضوها على حساب الشعب السوري ويقول لك بشار الأسد صفته عميل خاين اللي فيها تجيبه فيه ده مثل شعب مصري بينطبق على هؤلاء الخوانة واحدة رقاصة فيها كل العبر تيجي على واحدة محترمة تيجي الرقاصة تشتم المحترمة واللي في الرقاصة تجيبه في المحترمة ليه؟ قصة هي رقاصة لأن هي كده وبالتالي الزباب الإلكتروني ده اللي بيشتم بشار الأسد وبيشتمنا وبيشتم المدافع عن الوطن السوري طبيعي ما هو بياخد الدولارات في سبيل لأنه هو يقول الكلام ده ويا ما اتقلنا الكثير من هذه المفردات القذرة اللي بتنم عن أخلاقيتهم الأسد يطالب بأجندة محددة لاجتماعات الحوار السوري التركي هكذا تحدث بشار الأسد وهكذا فرض الشروط بتاعته يا عمر أجب طيب يا أردوغان شروطنا محددة واحدة ثلاثة أربعة مش هلتقي بيك إلا بناء على هذه الأجندة هكذا فرض الأسد السوري كل الشروط بتاعته أراكم على الخير موسيقى 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 موسيقى